بعد سلسلة من الهجمات والضربات الجوية التي استهدفت بها الوجود الإيراني المتمدد في سوريا يبدو أن إسرائيل تعد العدة لعمل مماثل في الأراضي العراقية فبعد أن نقلت وكالة رويترز اللنباء عن مصادر عراقية وإيرانية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء لها في العراق خلال الشهور القليلة الماضية ألمحت إسرائيل إلى أنها قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق وقال وزير دفاعها إيفيكدور ليبرمن أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي تهديد إيراني أي كان مصدره أو مكانه كل تحركات إيران تحت المجهر الإسرائيلي ولا ساحة محددة لذلك تؤكد إسرائيل فقد هدد وزير دفاعها ضمنيا باحتمال استهداف قطع عسكرية إيرانية في العراق بعد تقارير أكدت نقل تهران صواريخ باليستية إلى وكلاء في هذا البلد نراقب بالتأكيد كل ما يحدث في سوريا وبنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقتصر على مواجهتها في الأراضي السورية فحسب إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره حرية إسرائيل كاملة ونحتفظ بحرية التصرف لا تبدو تهديدات إسرائيل لإيران شعارات جوفاء وفقا لمتابعين للمشهد فقد طالت بالفعل أن إيران الإسرائيلية مرارا مواقع إيرانية في الداخل السوري المستباح وتحركات الدبلوماسية الإسرائيلية لا تنفكوا لإنهاء الوجود الإيراني تماما في هذا البلد كما تحدثت تقارير سابقة عن تحديد تل أبيب لائحة أهداف إيرانية داخل الأراضي العراقية تمهيدا لضربها بالدعاء أنها مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة والعتاد إلى سوريا فتنفيد إسرائيل خططها المعلنة بشأن إبعاد الوجود الإيراني عن مواقع الحدودية مع سوريا يستلزم النظر في غطوط الإمداد الإيرانية التي تمر عبر الأراضي العراقية وسط التحركات الإسرائيلية كانت طهران تدعي عدم الاكتراث بل وتهدد بفتح أبواب جهنم على إسرائيل فإذا بها فجأة تغير من لهجتها وتسحب تهديداتها لتل أبيب فتطمئن إسرائيل بلهجة أقرب للمغازلة السياسية أنها لم تكن أبدا هدفا لإيران من خلال وجودها في سوريا وتبرر وجودها في هذا البلد بنيتها محاربة ما وصفته بالإرهاب تغير في الخطاب يفتح باب التساؤل أمام قدرة إيران الفعلية على المواجهة في معركة الخصوم فيها كثر جدا معنا من رياض رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي ومن دبي صحفية المتخصصات الشؤون الإيرانية السيدة كاميليا انتخابي فرد أهلا بضيوفي أبدأ مع دكتور محمد الدكتور محمد اليوم وصلت الأمور إلى أن إسرائيل تقول أنها ممكن أن تضرب قطعا عسكرية وأي صواريخ باليستية دفعت بها إيران في داخل العراق طبعا هناك تاريخ بين إسرائيل والعراق هي ضربت مفاعلات نووية عراقية أيام زمن الرئيس طبعا صدام حسين وأيضا هو أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل لكن هل تعتقد في هذه الحقبة الآن هل ممكن أن نرى ضربات إسرائيلية داخل العراق لأهداف ممكن أن تزودها إيران نعم الحقيقة أنا لا أستبعد ذلك لأن هناك في نظري خطوط رسمتها إسرائيل لحماية أمنها الداخلية أو أمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي أي إن كانت هذه الخطوط أو أي إن كان هذا الخطر فسيتم ضربه هناك على سبيل المثال ميليشيات إيرانية كثيرة وتعبر أحيانا الحدود بين سوريا والعراق مدعومة بالمقام الأول من إيران نتحدث عن الزينبيين عن الفاطميين عن بعض الميليشيات المنطوية أيضا تحت ما يسمى بالحشد الشعبي كلها مرتبطة بإيران والحقيقة تتلقى دعمها العسكري والمالي من طهران وخاصة في ظل الحقيقة تسريبات الأخيرة التي نشرتها وكالة رويترز عن أن فعلا إيران أرسلت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى هذه الميليشيات وهربتها إلى الداخل العراقي دون علم أيضا ربما الحكومة العراقية وجدنا أيضا الحكومة العراقية لا تؤكد ولا تنفي ولكنها وقفت في موقف عبر تصريح موقف ربما مشكك أكثر ما يكون نفي بالتالي أنا لا أستبعد ذلك لكن الحقيقة أن هناك أجواء ربما يتم انتظارها لتحقق ذلك من بينها الحقيقة ربما طبيعة الحكومة العراقية القادمة الموقف الأمريكي داعم الموقف ربما العالمي الحقيقة داعم متعاطف مع إسرائيل في هذا الاتجاه وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل لا شك أنها إذا وجدت خطرا عليها من داخل الأراضي العراقية فسيتم استهداف هذا الخطرين كان نوعا وبالتالي الأجواء الآن مهيئة لضربات إسرائيلية استباقية لكنها أعتقد أنها ستكون بعدها الحقيقة انكشاف الموقف السياسي والدبلوماسي وطبيعة الحكومة القادمة في العراق كما تحدثت قبل قليل في الجزء السابق من هذه الحق طيب سيدة كاميليا انتخابي فرد اليوم يعني هناك ضغوطات عقوبات أمريكية كبيرة على الجانب الإيراني لكن أزاء كل ذلك نرى تطوير للصواريخ الباليستية نرى رفض كامل للجلوس مع الأمريكيين بنسبة للمباحثات النووية لا بل نرى استراتيجية جديدة يعني هم الآن يهربون الصواريخ الباليستية داخل العراق يعني يؤزمون الموقف احتسابا لأي ربما عملية أمريكية أو إسرائيلية قادمة على إيران كيف ممكن قراءة ما يحدث اليوم من الجانب الإيراني ما من شك في أن إسرائيل تحتاج إلى الدفاع عن مصالحها ولذلك يمكن أن تهاجم أي هدف والعراق ليس استثناء وبطبيعة الحال أنا لدي قلق بشأن هذا التقرير حول رويترز ولدي بعض التحفظ حولها كما قلتم في التقرير إيران لديها كل الهواجس التي تجعلها حذرة فيما يخص ما يحدث من قبل إسرائيل وأمريكا باستهدافها من قبلهما وإذا كانت قد هربت هذه آلة الصواريخ إلى الميليشيات في خارج إيران فإن هذا سيفتح عليها باب التصعيد أكثر مع أمريكا وإيران تحاول تفادي هذا التصعيد في الوقت الحالي لأن هناك الكثير من المشاكل الداخلية في إيران وكذلك على الصعيد الدولي فيما يخص التقرير أعتبرك الصحافية أن هذا التقرير ليس لديه مصادر واضحة والكل يتحدثون الكل الذين يتحدثون في رويترز هم مجهول الهوية يمكن أن يكون الأمر دعاية من قبل النظام الإيراني نفسه من أجل تحقيق بعض الأجندات ومن أجل استعراض مدى قدرة النظام الإيراني أمام الأمريكيين والإسرائيليين وما الذي تقدر على فعله إيران إذا حشرت في زاوية معزولة في المنطقة وبنسبة لهذا التقرير أعتقد أن الحكومة العراقية عليها أن لا تلعب لعبة خطيرة لأنه إذا كانت هذه دعاية قد فعلها نظام الإيراني فهي لعبة خطيرة وإذا كانوا قد علموا بأن هناك صواريخ فعلا قد شحنت فذلك أيضا يعقد الأمر ويجعل اللعبة خطيرة أكثر هناك جهود من أجل حل الوضع المعقد وتفادي العقوبات الأمريكية التي ستفرد في الرابع من نوفمبر هناك جهود تبدل من قبل النظام الإيراني ولذلك أعتقد أنهم سيتفدون استفزازات كهذه طيب إذن وجهة نظرك كما قلت سيدة كاميليا دكتور محمد الجانب الأمريكي ما هي وجهة نظره في مسألة ضرب أهداف داخل العراق تعرف هناك اتفاقية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية العراق ليس كدولة مثل سوريا يعني هناك وضع مختلف تقريبا في العراق هل تعتقد الولايات المتحدة ستعطي ضوء أخضر إذا ما حدث هذا وهناك أيضا شهرين فقط تفصلنا عن لقوبات على إيران نعم أول لعني أعلق على مذكرة الزميلة انتخابي فرد الحقيقة التاريخ يؤكد لنا أن إيران دائما ما تهرب الأسلحة إلى الميليشيات أهربتها أكبر مثال على ذلك هو تمداد حزب الله لسنوات طويلة بمثل هذه الأسلحة إضافة إلى إمداد الجماعات مرتبطة بها أيضا في الداخل السوري بأسلحة ربما أقل خطورة من الصواريخ وإن كانت تعتبر ضمن الأسلحة الثقيلة هذه نقطة فيما يتعلق بالعراق نعم فيما يتعلق بالعراق أنا أعتقد نعم هناك كما ذكرت اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد هناك أيضا رغبة أمريكية لاستقرار سياسي وأمني في الداخل العراقي لكن أنا أعتقد أن هذا لا يمنع ربما واشنطن من إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لضرب مثل هذه الجماعات إذا تأكدت وكانت العمليات دقيقة ومحددة ولا أستبعد أيضا في نظري أن يتم إعلام بغداد بذلك قبل ساعات من تنفيذ هذه العمليات إن تمت العملية ليست مستبعدة ولكن أيضا أعتقد أن هناك حالة من ربما خط ساخن بين واشنطن وبغداد في مثل هذه الحالات لكن في نهاية المطاف يعتمد كما ذكرت سابقا يعتمد على طبيعة الحكومة القادمة يعني إذا ذكر دكتور محمد إذا كان عادة انتخاب العبادي دكتور محمد الشيء بالشيء يذكر إذا عدنا في الزمن في سنة التسعين عندما قصف صدام حسين بالكثير من الصواريخ الباليستية صواريخ سكود على إسرائيل إسرائيل لم ترد آنذاك بسبب الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد السيناريو سيتكرر اليوم؟ يعتمد على الحسابات السياسية الأمريكية في ظل إدارة مثل إدارة ترامب أنا أعتقد أن الموقف سيكون مختلفا خاصة أيضا أن هناك صواريخ إيرانية تهرب أيضا ربما لم نشر لها سابقا إلى الحوثيين وتضرب رياض وبعض المدن السعودية وبالتالي أنا أعتقد مثل هذا الخطر لا يمكن ربما مهادنة من قبل إسرائيل والمولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن إسرائيل تحديدا وخاصة في ظل إدارة أو كرر في ظل إدارة مثل إدارة ترامب في موقفها الدعم الكامل لإسرائيل على خلاف أوباما وأيضا فيما يتعلق بموقفها الحاسم من النشاط الإيراني في المنطقة في نهاية المطاف إذا كان هناك فعلا خطر على إسرائيل وأراد إسرائيل ضرب ذلك فأعتقد أنها ستحصل على الضوء الأخضر لكن ربما بإعلام مسبق ولكن قصير جدا لبغداد طيب دكتور محمد سيد كاميليا إبقى معي سنذهب إلى المحور التالي إذ تتوالى زيارات كبار المسؤولين والوزراء الإيرانيين إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة فبعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مباحثات في دمشق أعطى خلالها الضوء الأخضر للنظام السوري من أجل تطهير مدينة إدلب ممن سماهم بالإرهابيين هي الزيارة الثانية في غضون أسبوع لمسؤول إيراني كبير إلى سوريا فبعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي المفاجئة لدمشق ها هو وزير الخارجية محمد جواد ظريف في العاصمة السورية ظريف أطلق تصريحاته فور وصوله إلى دمشق حيث طلب بتطهير مدينة إدلب من من أسماهم بالإرهابيين يجب تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري زيارات ليست بالعادية في ظرف ليس بالعادي فظريف ومن قبله حاتمي جاء ليوصل عدة رسائل مهمة إلى حلفائهما قبل خصومهما خصوصاً مع تزايد الضغوط على طهران لسحب قواتها والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية في وقت تقترب فيه معركة مدينة إدلب أكثر فأكثر الزيارات بحسب مراقبين هي محاولة إيرانية لفرض الأمر الواقع فظريف جاء ليؤكد أن وجود قوات بلاده في سوريا ليس محل مساومة في ظل الضغوط الدولية لإنهاء هذا التواجد العسكري والتي عززها الموقف الروسي الأخير ملف آخر سيتحدث فيه ظريف وبات يقلق الإيرانيين كثيراً وهو إعادة الإعمار فطهران تريد لعب دور رئيسي في هذا الملف وتعويض ما أنفقته عسكرياً في سوريا حسب مراقبين حيث باتت توجه أنظارها إلى أكثر من قطاع سوري تسعى للسيطرة عليه ومنها قطاعات النفط والاتصالات زيارة ظريف جاءت بالتزامن مع التحضيرات الجارية من قبل قوة النظام وحلفائه لشن حملة عسكرية على إدلب كما تأتي قبيل القمة التي ستعقد في إيران بين قادة روسيا وإيران وتركيا ضمن معادلة أستانا والتي يرجح أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول مستقبل معركة إدلب جديد مع ضيوفي أبدأ مع سيدة كاميليا انتخابي فرد سيدة كاميليا زيارات متكررة طبعاً للقيادات الإيرانية الآن إلى سوريا مع قرب بداية معركة إدلب وهي آخر منطقة يسيطر عليها المعارضون المسلحون بجانب طبعاً جماعات مسلحة رهابية كالنصرة وما شابه اليوم ما هو وضع إيران في سوريا خصوصاً الجهات الحكومية إيران وروسيا أيضاً تقريباً انتصرت في هذه الحرب الإيرانيون بطبيعة الحال موجودون في سوريا وفي المنطقة وهناك حديث عن إدلب بشكل متكرر ما نقوله جسد بشكل ملموس في الأيام الأخيرة ودعم استهداف إدلب أعتقد أن تركيا وقطر هما فاعلان يجدر الإشارة إليهما نعلم أن قطر لديها علاقة بهذه الجماعات في إدلب وكذلك تركيا وبدونهما من الصعب على إيران وروسيا والنظام السوري أن يستهدف إدلب في رأيي إيران لا تريد مصادمة الولايات المتحدة الأمريكية وكما قلت في الجواب السابق في هذا الوقت الحارج هناك تفادي لفتح أي جبهة قتالية مع إسرائيل أو مع أمريكا وإذا تمكنوا بمساعدة قطر وتركيا من الحديث إلى الجماعات المسلحة في إدلب من أجل تسليم أسلحتهم والالتحاق بالتسوية السياسية أعتقد أن هذا ربما هو السبب الذي جعل ضريف يزور سوريا وعلينا أن نفهم أيضا أن تركيا لا تريد حربا أو نزاعا آخر على الحدود التركية السورية لأن هناك اللاجئون وقضية الإرهابيون الذين سيحاولون دخول تركيا ولذلك من الصعب أن نعرف ما إذا كان هناك مخاوف من نزاعات إضافية أو صدامات أو ربما الأسلحة الكيموية التي قد تستخدم من قبل قوات نظام السوري أو من قبل الجماعة المسلحة في إدلب ولذلك فربما هذا الخط الأحمر لأمريكا وروسيا وإيران لا تريدان في هذا الوقت أن يحدث ذلك لأن من الخطورة بمكان أن يكون هناك مصادمة بين إيران وروسيا من جهة والأمريكيين من جهة أخرى وأود أن أعلق على ما قاله دايفوك بالنسبة للصواريخ المهربة إلى العراق حسب رويترز علينا أن نعرف أن إيران هاجمت أن إيران وبقواتها في سوريا هجمت من قبل إسرائيل في أوقات كثيرة ولم ترد على ذلك لأنها لا تريد فتح جبهة صراع وصدام مع أمريكا أو إسرائيل هناك رغبة في أن يكون هناك حل سياسي في سوريا وكما نعلم المعركة في إدلب معقدة وصعبة ولا يمكن حلها في أشهر أو أسابيع مثل الموصل ستتخذ سنة أو سنتين وهذا ليس ما يتطلع إليه الإيرانيون والروس بالنسبة لضريف هوزار العراق وتركيا ربما لديه مخاوف من العقوبات ويريد البحث عن مسار آخر من أجل إيجاد بعض الحلفاء في المنطقة وحتى يخفف وضع هذه العقوبات بمساعدة بعض الفاعلين الإقليميين الآخرين بهذا الوقت نعلم أن تركيا لديها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما سيساعد إيران أن يكون لديها هذه المفاوضات حول جماعة المسلحة في إدلب وخصوصا أنه تقترب قمة الجمعة الثلاثية ربما سيكون هناك مقاربة سياسية حول إدلب طيب دكتور محمد أريد أن أختم معك اليوم نختم الفصول الأخيرة من الحرب في سوريا كما قلنا التحالف للحكومة السورية رئيس بشار الأسد الروس وأيضا الإيرانيين هم انتصروا في هذه الحرب في سوريا لكن البعض يقول إيران مآلها للخروج من سوريا سيكون موقفها صعبا للغاية في الأيام القادمة بسبب الضغط الأمريكي والإسرائيلي على هذا الوجود البعض يقول سيكون وجودها أعمق بما أنها شاركت في هذه الحرب ونصرت الحكومة السورية أنت كيف ترى مستقبل الوجود الإيراني هناك؟ نعم إيران لديها مخاوف الحقيقة من أن هناك توافق روسي أمريكي ربما سوري أيضا فيما يتعلق بمستقبل تواجد إيران على الأراضي السورية هناك مخاوف حقيقية الحقيقة من قبل طهران من أن روسيا تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم الاتفاق سيتم فرضه الحقيقة على نظام بشار الأسد وبالتالي ستكون إيران خارج اللعبة إيران أنا سبق كتبت عن هذا أكثر مما قال أن إيران قد تكون الحقيقة تخرج كما يقال من المورد بلا حمص وبالتالي هي الآن تحاول الدفع أولا باتجاه إنهاء ربما العمل العسكري سريعا وإنهاء المعركة والانتقال للمرحلة التالية إيران أيضا قد تقول أن ليس لديها أموال لتعيد إعمار سوريا لكن لديها العناصر والأيدي العاملة وبالتالي تدفع بعناصر تحت مظلة الأيدي العاملة وقد كما كانت تفاوت في مرحلة من المراحل للأردن ولكنه حرص ثوري سيكون عناصر إيرانية داخل سوريا إيران أيضا تعتقد أن النظام السوري لا يرغب في استمرارية التواجد الإيراني بشكل مستمر لأن خطر على بشار الأسد الاستراتيجية تختلف تماما عن استراتيجية روسيا وقد ذكرت ذلك سابقا على قناتكم في نهاية المطاف إيران لديها مخاوف أيضا من ضغوطات عسكرية قد تجبرها مكرهة على الخروج من سوريا بخسائر كبيرة سينعكس ذلك على الوضع الداخلي وهذا الأخطر عن النظام الإيراني سيقود إلى غضب شعبي كبير في الداخل الإيراني قد يهدد النظام على مدى طويل أشكرك أنا معي من أرياض رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية دكتور محمد السلمي ومن دبي الصحفية المتخصصة في الشؤون الإيرانية سيدة كاميليا انتخابي فرد شكرا جزيلا لك وطان شكرا جزيلا لك وطان